الرقية تنقسم إلى قسمين رقية شرعية مشروعة ورقية شركية ممنوعة نعم فالرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة حتى تكون رقية شرعية صحيحة هاي كاسده تعم جباب إسلام كمين باي نعم باي أجن چون كاسده دابد برقات ترمدرون نعم أن تكون الرقية من الكتاب والسنة يعني يقرأ الفاتحة أو يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلف نعم أو يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائي وصفاتي الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع يعني لا يمكن أن يتكلم بكلام غير مفهوم يعني باللغة الكامبودية لا يوجد رقية إلا باللغة العربية هاي باي جمعة تي بي لأتخان تي بي كي يون صم دو آ ريكو صدو ننن بيئسن دي ديل أجنب بان نعم و لا بد من أراد أن يقرأ على غيره أن يقرأ بصوت مرتفع لا قرأ بصوت مرخفض و أن يتكلم بكلام مفهوم و أن يتكلم بكلام مفهوم الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية السبب أو الذي بأيدي جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى هاي لأتخان تي بي أو يون دن اي جو جئتها كاسدو اي قبرا كا جئ جئ ساسباي أمبي الله سبحانه وتعالى نعم إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت الرقية صحيحة بسان دي يون أنه وطم بي بقاني كاسدو كاسدو كاسدو